السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم وصلاة وسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون ثم أما بعد ورجعنا لكم تاني يا جماعة بفيديو جديد من سلسلة تعليم القرآن الحلقة رقم عشرة من سورة المعون ونتوكل على الله ونبدأ بسم الله زي ما تعودنا يا جماعة نقرأ الاستعازة والبسملة وبعدين نشرح من بداية الصورة وبالله التوفيق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين تاني يا جماعة أرأيت الذي يكذب بالدين هنشرح إن شاء الله معاكم من بداية الآية الألف يا جماعة أتت مفتوحة ألف فتحة آ الرأة أتت مفتوحة أيضا رأة فتحة رأة أرأ أرأ الهمزة اللي على السطر أتت مفتوحة أيضا يبقى هنقول أرأى 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 أي الياء أتت ساكنة ياء وسكن أي أرأي التاء أتت مفتوحة يا جماعة يبقى أرأيت تاء فتحة تاء أرأيت أرأيت الذي أرأيت الذي الهمزة همزة توصل علشان كده ما قلناش أرأيت الذي أرأيت الذي غلط طب الصحة إيه؟ أرأيت الذي طيب اللام هنا عليها شدة وفتحة لام شدة وفتحة أرأيت اللا اللا الذال تحتيها كسرة ذال كسرة ذي الذي يكذب الياء أتت مضمومة ياء ضم يو والكاف أتت مفتوحة كاف فتحة كا يبقى ياء ضم يو يو وكاف فتحة كا يبقى يو كا يو كا يو كا الذال أتت عليها شدة وكسرة يبقى ذال شدة وكسرة يبقى يكذي يكذي الباق أتت مضمومة باق ضم بو يبقى يكذبو يكذبو بد الباق أتت مكسورة بتاع بدين يبقى باق كسرة بي الألف هنا أتت عليها همزة وصل يبقى هنقول يكذبو بد يكذبو بد مش هنقول يكذبو بأد بأد لا اللام بدين ما تنطقتش لام مضغمة الدين زي كلمة الشمس لام شمسية لام التعريف هنا أتت شمسية تمام مضغمة الدال هنا أتت مكسورة دال دال تحتيها شدة وكسرة يبقى دال شدة وكسرة أدي يبقى بدي يكذبو بدي بالدين النون أتت سكنة علشان هنوقف عليها هنسكنها سكن تسلم أرأيت الذي يكذبو بالدين الآية اللي بعدها يا جماعة فذلك الذي يدعو الياتيم تاني فذلك الذي يدعو الياتيم تاني يا جماعة فذلك الذي يدعو الياتيم الفاء أتت يا جماعة مفتوحة فاء فتحة فاء والذال أيضا أتت مفتوحة ذال فتحة ذا يبقى فذاء وفي آلة الصغيرة هتتنطئ في الرسم العثماني بتتكذب بهذه الكيفية وبهذه الطريقة زي ما حضرتكم شايفين قدام منكم في الصورة فذلك فذلك اللام أتت مكسورة اللام كسر لي فذلي الكاف أتت مفتوحة كاف فتحة كاف فذلك فذلك الألف أتت عليها همزة وصل لأن تبقى فذلك وبدل ما أقول فذلك أل لا هتبقى فذلك اللام شدة وفتحة أل يبقى فذلك اللاء الذال أتت مكسورة ذال كسر ذي فذلك الذي يدعو الياء أتت مفتوحة ياء فتحة ياء والدال أتت مضمومة دال ضمضو يادو 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 فذلك الذي يدو يدعو العاء فتحة وضمعو أععو عاء فتحة وضمعا أععو يدعو الألف برضو عليها همزة وصل يا جماعة يدعو يدعو وليس يدعو أل تمام اللام اللام أتت ساكنة يدعو يدعو اللام التعريف هنا أتت ساكنة يعني مظهرة يعني هتكون لام قمرية القمر اليتيم لام قمرية لام التعريف هنا أتت قمرية في كلمة اليتيم طيب لا مسكن أل أل ياء الياء أتت مفتوحة ألي ياء ياء فتحة ياء التى أتت مكسورة ته كسرتي اليتي اليتيم هنقف على الميم هنسكنها علشان الحرف اللي نقف عليه نسكنه سكن تسلم طيب الآية اللي بعدها نقرأها مع بعضين يا جماعة ولا يحض على طعام المسكين تاني يا جماعة ولا يحض على طعام المسكين تالت يا جماعة ولا يحض على طعام المسكين طيب الواو أتت مفتوحة واو فتحة واو ما أقولش وا أقول وا واو واو ولا ولا يحض الياء هنا أتت مفتوحة ياء فتحة ياء ولا ياء ولا ياء نجيب الحاء مضمومة حاء ضم حو يحو يحو ولا يحو ولا يحو الضاد عليها شد وضم ضاد شد وضم الضو ولا يحض ولا يحض على على هنا العين أتت مفتوحة عين فتحة واللام واللام أيضا أتت مفتوحة لم فتحة على 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 طعام طع هنا أتت مفتوحة الطعام بتاعت كلمة طعام الطع مفتوحة طع فتحة طع والعين أتت مفتوحة عين فتحة ع طع طعام الميم أتت مكسورة يا جماعة ميم كسر ميم ولا يحض على طعام طعام هنا الهمزة همزة وصل أتت زي ما تعودنا معاك يا جماعة بنقول طعام ومنقولش طعام ال هنا اللام بتاعت المسكين أتت ساكنة مظهرة المسكين أتت لام التعريف هنا أتت قمرية المسكين القمر البيت الحاجات دي كلها الكلمات دي كلها لام التعريف فيها لام قمرية المس المس الميم هنا أتت مكسورة ميم كسر مي وسين وسكن أس يبقى المس الكاف هنا أتت مكسورة المسكين كاف كسر كي المسكي المسكين هنسكن النون عشان هنوقف عليها يا جماعة وننطق الآية اللي بعضيها بسم الله فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ ثالث يا جماعة فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ الفَا أتت مفتوحة فَا فَتْحَفَا وَوْفَتْحَ وَاو وَا وفَتْحَوَا يبقى فَا وَا هنقولهما على بعض يوم فَا فَتْحَفَا وَا وفَتْحَوَا يبقى فَا وَا فَا وَا الياء هنا اتت ساكنة ياء وسكن اي فوي 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 لل المفروض يا جماعة هنا اللام عليها ضمتين فوي لن تنوين ولكن التنوين مش هننطقه علشان جاي ورا منه حرف لام يبقى هنا تنوين وجاي بعد منه حرف لام يبقى هنا الحكم ايه اعرف بس اسم الحكم فقط لغير واعرف هتقراه ازاي ما تقولش حاجة تاني يبقى هنا ضمتين وراهم حرف لام يبقى اضغام بغير غنة اللي هو حروفه حروف الاضغام بغير غنة اللام والراه يبقى فوي لل فوي لل فوي الياء اتت ساكنة يا وسكن اي فوي فوي لل فوي لل هننطق كده فوي لل للمصلين للمصلين اللام الاولانية يا جماعة اللام شدة وكسرة اللي فوي لل اللام التانية يا جماعة جاي ساكنة لام وسكن قال فوي لل للمصلي للمصلي الميم اتت مضمومة ميم ضم مو والصاد صاد فتح صا للمصا للمصا اللام بتاعة للمصلين اتت عليها شدة وكسرة اللام شدة وكسرة قال لي يبقى للمصلي للمصلي طبعا هنوقف على حرف النون هنسكن للمصلين للمصلين نقرأ الآية مرة كمان قبل ما نقلع الآية اللي بعديها يا جماعة فوي للمصلين الآية اللي بعدها هنبدأ المفروض همزة وصل بحيث ان احنا لو وصلنا الآية اللي قابليها بيها ولكن احنا هنبتدي بالقراءة وهنقول الذي الذي نطناها همزة قط علشان بدأنا بيها القراءة اللا اللام شدة وفتحة اللا الذي الذال هنا اتت مكسورة ذال كسرة ذي الذي الذي نا انون هنا اتت مفتوحة يا جماعة يبقانون فتحة نا الذين هم الها اتت مضمومة ها اتضمهو والميم اتت ساكنة ميم وسكن ام يبقى هم الذين هم الذين هم عن هنا العين جات بفتوحة يا جماعة عين فتحة عا يبقى الذين هم عاو هنا ما نطقناش النون يا جماعة علشان حصل اخفاء حقيقي نون ساكنة ورى منها في الكلمة التي تليها حرف الصاد هنعمل ايه عم الشيخ مشعل هنقرأها كذا اله الذين هم عاو عاو هنعمل كذا هيبقى اخفاء حقيقي ولكن الغنة هتفخم علشان حرف الصاد جاي مفخم تمام الذين هم عاو صلاة صلاة الصاد هنا اتت مفتوحة صاد فتحة صاة واللم برضو مفتوحة لم فتحة لا صلاة صلاة صلاتهم التاء هنا اتت مكسورة تاء كسرتي صلاتي والهاء برضو اتت مكسورة يا جماعة يبهه كسراهي يبقى صلاتهم تهم الميم هنا اتت ساكنة ميم وسكن ام يبقى صلاتهم ساهون السين اتت مفتوحة والالف هننطقها معنا يا جماعة والهه مضمومة هه ضمهو ساهو النون هنا اتت ساكنة هنقف عليها ساهون هنقرأ مع بعضين كده الآية تاني الذين هم عن صلاتهم ساهون الآية اللي بعديها يا جماعة هنقرأها وبعدين نشرحها الذين هم يراءون تاني الذين هم يراءون طيب الذين بدأنا بيها صلات الله هنزت قطع اللا الالم هنا يا جماعة لا يمشدوا فتحة الذا المكسورة ذا الكسرى ذي الذي الذين هم برضو نفس الحكاية زي اللي قبلها ميم سكون أم الذين هم هنا كل الكلام فين عند يراءون يراءون يو الياء أتت مضمومة ياء ضم يو الراء أتت مفتوحة راء فتحة راء يراء يراء الألف عليها علامة المد وسبب المد جاية في نفس الكلمة يبقى علامة المد وسبب المد في كلمة واحدة ألا وهي كلمة يراءون نسأل الله ألا يجعلنا منهم ممن يراءون الناس اللهم أمين يا رب طيب يبقى علامة المد وسبب المد أتوا في كلمة في كلمة واحدة يسمى مدا متصلا لاتصال علامة المد بسبب المد في كلمة واحدة تمام؟ الهمزة عليها ضمة يبقى همزة همزة يعني الألف يعني أو هتبقى ألف ضمة أو طيب يراءوا يراءوا هنقف على النون ونسكنها الذين هم يراءون يراءون مد متصل هنقرأوا خمس حركات ونوصل بقى نقرأ الآية اللي بعدها يا جماعة ويمنعون الماعون ويمنعون الواو أتت مفتوحة واو فتحة واو واليا أتت هنا يا جماعة برضو مفتوحة يبقى ويا 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 الميم أتت ساكنة ميم وسكن أم يبقى ويمنا النون أتت مفتوحة ويمنا ويمنا عين ضمعوا ويمنعوا ويمنعون النون أتت مفتوحة الماعون هنا اللام لام التعريف دي أتت ساكنة لام وسكن الماعون اللام التعريف هنا أتت قمرية القمر البيت الماعون كل دي لمات قمرية تمام؟ يبقى هنقول الألف هنا بتاعة الماعون همزة وصل ويمنعون ال ما ينفعش نقول ويمنعون ال همزة وصل وصل الكلام ببعضيه واللم هنا اللام قمرية الميم اللي بعدها يا جماعة أتت مفتوحة ميم فتحة ما الماء الماء العين العين عليها ضم يا جماعي بعين ضمعو الماعو 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 ونطع أن الواو ما قلناش واو قلنوا واو واو واقل واو ولا ما ينفعش حض يقول لي ولا واقل ما ينفعش طبعا ونقف على النون ونقرأ الآية كمان مرة ويمنعون الماعون طيب نقرأ الصورة كلها على بعضيها يا جماعة ونختم إن شاء الله الحلقة بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ أَلَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ أَلَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ وبهنا يا جماعة نكون ختمنا الحلقة بتاعتنا من سورة المعون ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يجعل هذا العمل خالصا لله ونسألكم الدعاء ولو عجب حضرتك الشرح أخي الكريم أختي الفاضلة ابني وبنتي اللي بيسمعني لو عجبكم الشرح واستفدتوا مني معلومة لا تنسى الاشتراك في القناة علشان يوصلك مني كل جديد وما تنساش حضرتك تحط اللايك إذا عجبك المحتوى وعجبك الشرح لا تنسى اللايك تمام؟ والتعليق يا جماعة يكون في محتوى المضموم لا تقول لي أحلى لايك ولا تقول لي أحسن بصمة ولا زورتك ولا عطرتك ولا الكلام ده انت جاي تسمع شرح تلاوة قرآن كريم تعليق حضرتك في محتوى الموضوع الرجاء وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته